اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل بكرة ليلة الحسم منتخب مصر هيواجه المنتخب السنغالي في نهاي كاس الأمم الأفريقية طبعا فرحنا بانتصاراتنا على الكاميرون نقفل بقى الصفحة دي تماما ونفتح صفحة جديدة نستعد بقوة لهذه المباراة 100 مليون مصري عاوزين النجمة التمنى صحيح طبعا بكل تأكيد لعبتنا عندنا أو عندهم تحديات صعبة كتيرة لعبوا ثلاث مباريات استنزف فيها كل طاقتهم وكل مجهودهم البدني لكن عارفين كويس قوي أن هم أدها وإن شاء الله يفرحونا زي ما احنا أو زي ما عاودونا خلال الفترة اللي فاتت كيروش زي هيتعامل مع هذه المباراة المنتخب السنغالي منتخب قوي هي نقاط القوة نقاط الضعف عند منتخبنا إيه اللي بيميزنا كمان هل بنمتلك أوراق قوية لحسم النهائية إصلاحنا كل هذه الأمور هنتعرف عليها ويجاوبنا عليها النقد الرياضي الأستاذ صبري صراج اللي منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد وصباح الخير يا هدير وصباح الخير لكل الناس أنا متطم معرفش ليه بسرعة الحقيقة الوجه اللي شفناه من المنتخب في المطشات الإقصائية يخلينا على أقل فخورين باللي حصل بغض النظر عن نتيجة المطش النهائي هتبع عاملة ازاي لكن احنا كلنا راضيين دلوقتي عن المنتخب شفنا روح وشفنا قتال ودي كانت أكتر حاجة غايبة عن المنتخب الفترة اللي فاتت بغض النظر بقى عن أداء التكتيكي والتفوق اللي عمله كيروش من بعد دور المجموعات وإنه قدر يصالح المصريين اللي كانوا زعلانين من اللقاء الأول واللي ما كانوش مقتنعين في البطولة العربية لكن الحقيقة هو مدرب كبير وأثبت ده في اللقاءات الكبيرة احنا مش هنا أصعب مشوار في البطولة ما بين كل الفرق وحقا نتفوق تفوق كبير على كل فرق القارة الكبيرة فنتمنى أن ده يتوقع إن شاء الله في النهاية قدام السنغالية طبعا والروح القتالية الحقيقة المصريين ظهروا بيها ورجالة المنتخب ظهروا بيها في يمكن تحديدا في المتشين الأخرين موضوع مختلف وإحنا بقلنا تلات متشات بنلعب 120 دقيقة فالموضوع صعب وحالة من الإنهاك البدني قوية جدا على كل اللاعبين والإصابات والعنف اللي كمان بيتعرضوله شفنا يعني دلوقتي وصلين للإصابات عدد كبير أحمد حجازي الشناوي أكرم توفيق نتكلم عن العظم الإصابات مش قليل هنتعامل إزاي مع ده قدام السنغال والله هو لو فيه شيء مطمئن فهو تعامل كيروش مع الموقف خصوصا في المتش اللي فت أنا الحقيقة ما كنتش متخيل تعامل المرة دي كمانا يبقى من بر المتش فيها يعني يعني أنا ما كنتش متخيل إن إحنا في ماتش الكاميرو إن حنقدر نصمد أكتر من ساعة كنت حتى قبل المتش بقول إن إحنا محتاجين نسجل في أول ساعة خصوصا إنهما ما لعبوش أوقات إضافية بالضبط إحنا جايين من ما فيش بياخدوا راحة يوم إحنا كلنا لعبين ماتش نورة بعض فيهم 120 دقيقة فما كنتش متخيل إن إحنا هنقدر نقف بدنيا كنت بقول إحنا وبعد الصور كمان اللي شفنا بتاعت وسائل الاستشفاء الموضوع يعني الحقيقة صحب لو ما سجلناش أول ساعة كنا حنواجه صعوبة لكن فجئت الحقيقة إن إحنا في 120 دقيقة بدنيا كنا وقفين على رجلنا بشكل كويس تغييرات وهو كانت ممتازة حتى في الوجوه الجديدة اللي دفع بيها فقدر يحفظ على يعني نازل فريش ليجز فاللعيبة كانت فايقة جدا في الملعب لحد آخر وقت إحنا قادرين نقف على رجلنا بدنيا يمكن لكن منتخب الكاميرون في الأشواط الإضافية ظهر عليه التعب أكتر مننا ودي حاجة كانت مطمئنة معرفش ده حيقدروا يستمروا بيه في المباراة الجاية ولا لكن في اللي إحنا شفناه في حاجات كتير تدعو إن إحنا نكون شوية مطمئنين طيب إيه السبب بقى في عودة هذه الروح القتالية للمنتخب؟ المدرب المدرب طبعا طب إنت قلت الكلمة برضو مهمة جدا إن هو بيصالح المصريين هل المصريين كان عندهم حق لما انتقضوا في البداية؟ مش بشكل كبير الحقيقة يعني بص أنا يعني مش بلوم على الجمهور في حاجة لأن الجمهور هو الجمهور الجمهور بيفكر دايما بيشوف الكرة بعاطفته وبقلبه وكل اللي بيهمه إن هو يشوف منتخبه بيالعب كويس وبيكسب مش مطلوب منه أبدا إن هو يفكر في أكتر من كده إنما اللوم كان على الناس اللي بتعمل في المجال الرياضي بقى سواء نقاد أو محللين اللي هم معظم معظمهم افترع على الراجل زيادة عن لزوم خصوصا في الوقت بتاع البطولة العربية البطولة العربية الناس معظم النقاد أو قطاع كبير منهم الحقيقة كانوا بيمتقدوا الراجل جدا رغم من لو رجعنا الأرقام وشوفنا احنا عملنا إيه في البطولة العربية حنلاقي إن فيه تطور كبير ما بين فترة كيروش في البطولة العربية وما قبلها فترة حسام البدري إحنا ببساطة في الكاس العرب إحنا والجزائر كنا الأفضل رقميا طول البطولة كان فيه تطور كبير تطور ده استمر أو حصل فيه الأول صدمة في بداية كاس الأمم الأفريقية مطش نيجيريا وأنا كنت موجود هنا في التلفزيون المصري وتكلمت وقلت إنه هو عمل أسوأ حاجة ممكن تتعامل عمل كل حاجة غلط كيروش في مطش نيجيريا كان المطش الأسوأ على الإطلاق الحقيقي حقيقة زي ما كنت بشيت بيه في البطولة العربية أنا حملته تماما مطش نيجيريا وقلت إنه عمل كل حاجة غلط يعني ما كانش فيه أي حاجة صح لكن بعد كده الأمور بدأت تمشي المطش اللي فات إحنا شفنا إنه في الأول كيروش كان نزل بطريقة دفاعية ويمكن دي كانت حاجة خضانة شوية يمكن ده كان رد منه على التصريحات اللي كانت يمكن حماسية شوية لسامو القاتل وشفنا تصريحات يعني خلينا نقولنا حماسية عن معركة وعن يعني شيء من هذا القبيل وكان فيه الأول طريقة لعب دفاعية من المنتخب المصري ويمكن ما شفناش خطورة من المنتخب الكاميروني غير من كرات سابتة لكن في الشوت الثاني لقنا تريزيجي نزل وحول شكل اللعب بطريقة كبيرة وقربك المنتخب الكاميروني شفت طريقة اللعب دي كانت عملة زي والحقيقة أنا مش عارف هو كان قصد أنه هو يبدأ بطريقة دفاعية لكن إحنا اللي شفتم إحنا أداءنا ما كانش متزن أو الشوت الأول المباراة بالنسبة لي تبدأ مع منتخب مصري من الشوت الثاني بدءا من الشوت الثاني احنا تفوقنا في كل شيء حتى بعد كده في الأشواط الإضافية الشوت الأولاني إحنا كنا بنستقبل اللعب بس وكان فيه شوية مساحات استقبلنا عرضيات كتير جدا وده عكس المعتاد كيروش مدرب متحفز إلى حد ما مش شبه كوبر هو هجوميا أفضل من كوبر وبنشوف جمل وحاجات في التلت الهجومي ما بنعتمدش قوي على باصل صلاح زي أيام كوبر لكن هو يبقى مدرب متحفز وده عبر تاريخ وهو دفاعيا قوي جدا وإحنا بالتالي نعتبر أقوى خط دفاع في البطولة لحد الوقت يقبلنا كل المنتخبات الكبيرة ما استقبلنا شغل هدفين فدي حاجة ممتازة من كيروشيات لكن في الشوط الأولاني إحنا ما كناش حضرين زهنيا حتى يمكن كان فيه إرهاق استبدال عمر السلاية بين الشوطين ناس أرجعته في الأول أو خافت أنها تكون إصابة أو حاجة لكن الواضح أنه كان بدنيا منهك ففيه لعيبة كانت خلاص يعني مش قادرة توقف على رجليها كويس فمع التبديلات الشوط التاني وأنه نزل لعيبة حتى وجوه جديدة زي إمام وزي مهند لشين أهم حاجة أن السيستم ما تغيرش أنت محسيتش بأن فيه ودي المشاركة الأولى المهند لشين في البطولة في البطولة وخامس مشاركة دولية لي وقبل كده كانوا في لقاءاته فهو يعتبر أول لقاء رسمي ليه وجه جديد تماما يعني إمام عشور نفس الموضوع الميزة في الموضوع أن أنت لما نزلت لعيبة جديدة ودخلة على المنتخب لأول مرة أنت محسيتش بأي حاجة تغيرت سيستم هو هو عمل سيستم وعمل شكل منتخب خلاص بقى فيه شكل واضح للمنتخب وأي ترس بيركب في المكناة دي بيقدي الدور فدي حاجة عظيمة من المدرب فيه كلام كتير قوي انتشر الفترة اللي فاتت ومن محللين كمان رياضيين بيقولوا أنه كان قاصد أنه هو يضطرد عشان يخف الضغط شوية من قبل الحكم على اللعيبة هل تتفق مع هذا الكلام؟ أنا أتفق مع أنه أدار المعركة النفسية بامتياز من أول مؤتمرات الصحفية قبل المباراة مرورا بالمباراة كان فيه تحفز كبير من جسامة احنا كنا متوقعين وشوفنا جسامة قبل كده في مطشات كتير يمكن مع الأهلي تحديدا كنا بنشوف هو إزاي بيقدر يركب صاحب الأرض الجيم زي ما بنقول هو حكم ما تقدرش تمسك عليه حاجة يعني ما فيش قرارات فجة بيقدر يحتسبها بيحسبش ضرب الجزاء مش حقيقية أو مش كده إنما بيقدر إزاي يركب المنافس يوقف اللعب فاولات كتير في كل حتة أي احتكاك بيحسبه المنافس كل حاجة يعني كل حاجة بيعملها إنما في الآخر تطلع يتبصي هو عمل إيه ويؤثر على المطش لا ما تلاقيش حكم فمنتهى البراعة في الحتة دي شاطر قوي فيها فطبعا كان فيه تحفز كبير وإحنا قدمنا احتجاج قبل المباراة وكده فطبيعي إن التحفز كان حيزيد الراجل استقبل كل ده أو عمل زي ما بيقول بالبلد النمرة دي يعني عشان ياخد كل الطاقة السلبية بتاعت الحكم عليه وخلي الحكم يركز معه والحكم صبعا مش يقدر نهو يدي طرد تاني للعب وكده في نفس الوقت الضبط هو نجح في خطته تماما خلى الحكم مركز مع طول الماتش واستهدفه عشان يطرده رغم إنه هو ما عملش حاجة فهو ضحب يعني بالبلد كده ضحب نفسه يعني عشان خاطر الفرقة ودي حاجة زكية منه دي حقيقة إن إقدارة المباراة ما بتبقاش في التسعين ديقة بس هو الجيم منجمينت بيبتدي من من قبل كده وهو كان زكي جدا في التعامل النفسي ووضح ده كمان من تعامله النفسي مع اللعيبة إحنا بنقول إن إحنا دايما بنكون متفوقين في البطولات المجمعة وإن الروح رجعت وكلام من دي إحنا في 2019 ما كانتش الروح دي موجودة ليه؟ عشان كده بقولك مع إنه يا معظم اللعيبة هي اللي كانت في 2019 هي اللي موجودة النهاردة ومنما المدرب المدرب هو اللي بيقدر يلم اللعيبة هو اللي بيقدر يصحي عندهم الحس ده وبيقدر يجمع اللعيبة كلها احنا بنشوف مشاهد ما بين لعابة الأهلي ولعابة الزمالج رغم بالتناحر اللي كان موجود قبل كده قبل البطولة بنشوف مشاهد جميلة ما بين كل اللعيبة فدي حاجة عشان كده من الأول أنا قلت لك كل ده يرجع للمدرب المدرب كويس المدرب عارف هو عايز إيه هو شخصيته قوية هو اللي بيقدر يعمل كده وبيقدر يلمي اللعيبة ومنشوف المستوى ومنشوف الروح اللي احنا شايفينها هدلوقتي طيب اللي بيحصل ده شبه بطولة 98 مع كابتن محمود الجهري وكنا بنشوف ساعتها بنسمع انه الناس ما كانش راضي عن اداء المنتخب في البطولة ومعترضين على لعيبة زي حسام حسن وبعدين حسام حسن اخد محداف في البطولة بتشايف ازاي الموضوع ده ولو احنا ربنا كرمنا وكسبنا البطولة دي شايفها من المرات الاصعب بالنسبة لنا شبه 98 جدا في حاجة مهمة ان الجمهور ما كانش منتظر من المنتخب حاجة يعني كلنا كنا او بعض من الناس كانت دخل بتوقعات متدنية جدا للمنتخب ومش حاسين المنتخب قدر يعمل حاجة وبعدين مع البطولة شفنا تغير كبير في الاداء وتغير كبير في الروح وخصوصا ان برضو كابتن جوهري قبل 98 ما كانش موجود قبلها بفترة طويلة وبرضو كيروش ما كانش موجود قبل المرحلة دي او قبل البطولة دي بفترة طويلة فالاداء كان مفاجئ بالنسبة لكتير من الجمهور يمكن انا قبل البطولة اتسألت وقلت ان المنتخب مكانه طبيعي في الاربعة الكبار قالوا لي ده تفاقل زي دي يعني ما فيش حاجة تدل على كده انا شايف ده شايف بالسكواد وشايف بالمدرب اللي معانا وشايف بيتطور المنتخب خلال البطولة العربية الحقيقة فالطبيعي ان احنا مكانتنا تكون في الاربعة لفوق ما قدرش اقول لك احنا او ما قدرش اقول ان انا هاخد البطولة لكن بالنسبة لي ان احنا نوصل سيمي فاينال ده معانا ان احنا عملنا بطولة كويسة ودخلنا في المكانة اللي نستحقها والحمد لله ده حصل يعني الناس كمان تقول لها انت كمان بتتكلم في الدعم النفسي من كارلوس كيروش لللاعبين صحيح نتكلم عن اللي حصل مع محمد شريف وصار في النظر عن انه صح او انت اتفق معاه او تختلف لكن هل تتوقع بعد اللي حصل مع محمد شريف المناسبة بعد ميراده النهاردة كل سنهو طيب طبعا نتقناله كل خير هل تتوقع بعد اللي حصل ده انه يدفع بيه في البداية مش شرط يدفع بيه في البداية انه ما هو اتعامل مع محمد شريف نفسيا كويس جدا هو التغيير كان منطقي بالمناسبة عشان زيزه عشان زيزه يعني ضربة الجزاء اه هي ناس قالت طب هو ليه نزل اصلا محمد شريف فهو فيه نقطتين كانوا مهمين اولا مصطفى محمد كان استهلك بدنيا تماما وما كانش قادر حتى يكمل لعشر داقة او ربع ساعة للعبع شريف فكان لازم واحنا كنا بنلعب على فكرة للفوز احنا ما كناش بنلعب عشان نروح لضربات ترجيح فغير المهاجم ونزل المهاجم بيعتمد على السرعات ما حصلش ان احنا سجلنا ورأينا نفسنا رايحين على موضوع ضربات الجزاء فانزلنا زيزه ليه ضحى بشريف وهو راح بنفسه ووضحه لو شفنا اللمة اللعبة حواليه بعدها واعتقد ان احنا خلاص ما بقيناش في الحتة دي لا كجمهور دلوقتي احنا بس عايز اوضح حتى ليه هو فنية انطلع شريف يعني شريف اخر ضربتين جزاء مع المنتخب ومع الاهل يضيعهم وطبعا العيبة في المعسكر بتتدرب كل تمرين على ركلات الترجيح فهو شايف مين بيشوت كويس ومين لا فهو كان بالنسبة له شريف خيار بعيد عن انه يسدد فطلعوا ليه ما نزلش زيزه بدري يعني طب زي ما كان بيدفع فيه زي ما الميت مليونتر ويقاعدين بيقولوا نزل زيزه ونزل زيزه سبب مهمه واجيه جدا ان زيزه اصلا عنده انزار لو كان خاد انزار تاني مع تحفز بكاري جسامة ما كانش هيبقى موجود في النهائي فهو استنى عليه الاخر وقت حتى مدلوش ربع ساعة لان الربع ساعة دي كان ممكن ياخد فيها انزار نزل لضربات الجزاء فبالضبط نزله اخر ديقتين عشان بس يشوت ضربة الجزاء فهي كان الادارة ما كانتش بس فنية دي كانت فنية وكانت نفسية وكانت كمان على المستوى الاداري انا عايز احافظ على اللعيب ده عشان يكون موجود معايا في النهائي فانا بشوف ان كيروش تعامل مع المباراة يعني ياخد عشرة من عشرة طيب غياب كارلوس كيروش عن ارضية الملعب هل هيكون فارق هل هيكون مؤسر اتمنى انه هو ما يكونش مؤسر لكن طبعا عدم موجود المدير الفني على الخط وبشخصية كيروش وقدرته على استنفار اللعيبة دي حاجة مهمة جدا انه هو يكون موجود على الخط ابتعاده ان شاء الله ما يكونش مؤسر فيه كابتن ضياء في محمد شوقي محمد شوقي من الناس اللي بتعرفهم بتستنفر اللعيبة جدا وكابتن واي الجمعة كابتن واي الجمعة يمكن عصبه شوية وظهر ده في اكتر مباراة اتمنى انه هو يكون اهدى يعني انما انا بشوف من ايام كاس الأمم الافريقية بتاعت الشباب ان دايما محمد شوقي بيكون وقف على الخط وقادر على تحفيز اللعيبة هو واضح انه هو شاطر جدا في الحتة دي طيب من الاختيارات بقى الخاصة بكيروش اللي دلوقتي كل السوشيال ميديا تقريبا بتتحدث عنهم محمد عبد المنعم وفتوح والأداء البطولي اللي احنا شفناه يعني اللعبوا على لعيبة دوليين زي أشرف حكيمي كان أداء قتالي 100% أداء شبكة دفاعية قوية جدا صناعها كيروش احنا ليه بنقول ان احنا محتاجين دايما يكون عندنا خبير أجنبي مش مدرب أجنبي عشان الحاجات اللي زي دي لو كان فيه مدرب تاني ايا كان اسمه هو مين غير كارلوس كيروش او غير حد بالقيمة دي وبالمستوى ده لا كنا هنشوف فتوح ولا كنا هنشوف محمد عبد المنعم ولا كنا هنشوف أي وجه جديد كان الكلام اللي هيتقال ان اللعبوا دي لا تصلح للعب الدولي ومعندهاش خبرات لما لما بيجي مدرب عنده خبير مدرب كبير احنا بالنسبة لمنطقة الافريقية والعربية والشرق الأوسط كله يعتبر كارلوس كيروش من المدربين الكلاس اي يعني زي ما بنقول فراجل عنده عقلية مختلفة او عنده كم من الخبرات ومن الثقة بنفسه ان هو ما عندهش مشكلة ابدا ان هو يجيب وجه جديد ويدفع به الناس بتنتقد الاهلي ان هو طلع محمد عبد المنعم اعارة زي العيب بالمستوى ده يا جماعة هو لو ما كانش طلع اعارة ما كانش رجع بالشكل ما كانش هيظهر بالمستوى ده ولو ما كانش فيه مدرب عنده القدرة والجرأة زي كارلوس كيروش ان هو يدفع به محمد عبد المنعم ما كناش هنشوف اللعيب ده احمد فتوح بيلعب في الزمالك بقاله سنتين او تلاتة ومع ذلك لم يظهر بنفس المستوى وكان عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا هو لعيب وتنشل وحريف وكنا بنشوف ان هو هجوميا بيصنع الفرق سواء مع الزمالك او مع المنتخب الولمبي انما كان دايما بنقول ان هو عنده مشاكل دفاعية المشاكل الدفاعية دي احنا ما شفناهاش مع كارلوس كيروش فاحنا في الاخر بنقول ان احنا طالما جبنا اداري صح او جبنا مدير فني صح جبنا خبير فدي النتيجة قدينا بنشوف وجوه جديدة وبنشوف اداء مغير وبنشوف سيستم لعب احنا من سنين السنين ما شفناش المنتخب عنده سيستم لعب مقنع بالشكل ده وبالكواليتي ده طيب محمد صلاح وساد يومانيا هيكون لقاء بصير نظر طبعا عن المنتخبين لا فيه لقاء اخر ما بين الاثنين والعلاقة ما بينهم مش احسن حاجة اصلا هي العلاقة متوترة اصلا يعني انا بالتالي يعني اكتر واحد حزين على المواجهات دي هو يورجن كلاب يعني عنده اهم اتنين لعيبة عنده في الفرقة واهم جناحين عنده في الفريق هم حيتواجهوا ثلاث مرات في لقاءات اقصائية بيخلصوا على بعض يعني فيه تناحر كبير اتمنى ان شاء الله من يكون التفوق لمحمد صلاح ده حيساعده جدا ان هو كمان يفوز بأحسن لعب في العالم اه لانه يمكن صلاح كان دايما فيه انتقادات بيواجهها انه محققش مع منتخب بلده زي ما يعني اخد تالت لا اخد مركز اول ولا اخد مركز تاني عشان محققش مع المنتخب النهاردة انت شايف صلاح اداء وزي يعمل مع المنتخب اداء محمد صلاح مع المنتخب عبر تاريخه ومع المنتخب اداء كبير محمد صلاح هو الهداء اعتقد ان البطولة المرات دي برضو فارقة لانه فيه نوع من الدعم النفسي طول الوقت للعيبة توجيه للعيبة شايفين لعيبة دايما كلها ملتفة حوالين صلاح يمكن ضحكة صلاح في الملعب بتطمننا احنا خلاص بنبقى عارفين ان اللي جاي هدف صلاح لما بيدحك بطريقة معانا الناس بتبقى خلاص حسن المرش بتاعنا كم الخبرات اللي عند محمد صلاح دلوقتي احنا بنتكلم في افضل لعب في العالم في اللحظة الحالية اللي احنا بنتكلم فيها فوجوده حتى لو يعني مش عايز اقول بنصح ملتو الفنية يعني انما وجود محمد صلاح في الملعب مرعب لاي فريق احنا كنا بنشوف لعيبة كبار شفنا مش في ماتش الكاميرون بس حتى قابله في ماتش المغرب ومدافعين المغرب اللي هم بيلعبوا اصلا في الدوري الانجليزي لما كان صلاح بيستلم الكرة وبيروح عليهم كانوا بيجروا بجنبهم وبيرجعوا الورا فيه رعب هو بيصدر رعب للمنافسين فده طبعا اكيد بيساعد المنتخب بشكل كبير انا عايز اتكلم بس على نقطة ان محمد صلاح ما بيقديش مع المنتخب لان النقطة دي مهمة جدا ان احنا اتكلم فيها الحقيقة هو ليه في الفترة الاخيرة ما كانش ظاهر مع المنتخب بالشكل اللي هو احنا متعودين عليه انا عايز اقول ان هو طبعا تاني الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر دي حاجة اللي تقبل الجدال ده رقم فان هو ما قداش مع المنتخب مصر لا هو بيقدي انما سيستم اللعب كان بيساعده ولا لا احنا في المباريات الاولى في دور المجموعات تحديدا ما كانش سيستم اللعب بيساعد محمد صلاح وما كانش المنتخب في افضل حالات خصوصا بعد صدمة ماتش نيجيريا لما الاداء تحسن والسيستم اللعب تحسنه ومصطفى محمد تحديدا تحسن في تحركاته وفي قيامه بالدور اللي هو المفروض يقوم به في الملعب ظهر محمد صلاح بشكل كويس انما هل محمد صلاح ما بيقديش مع المنتخب زي ليفاربول هي قدي وبروح قتالية احنا شوفنا لما شال النجيلة الموتش اللي فاتت عشان بيقدي بروح قتالية كبيرة يعني من العيب اصلا ان احنا نقول حتى على المستوى الفردي يعني لو حنقول يعني نبعد مصر خالص على جنب محمد صلاح اكتر لاعب في المجموعة المسافرة دي عايز ياخد كاس الأمم الراجل ده لو خاد كاس الأمم صعد بمصر كاس العالم مية في المية هياخد أحسن لاعب في العالم طبعا مش هيبقى فيه هذا الشخصي كمان للزبط فانا بتكلم يعني حتى لو حطينا مصر على جنبه وقالنا بميكافيلية شديدة هو عايز ايه من الموضوع وبيلعب مع منتخب مصر حتى لو عشان نفسه فهو عشان نفسه حييموت نفسه عشان كده فعيب قوي ان احنا نتكلم في حتة ان هو ما بيقديش مع المنتخب ومش بنفسه انه كلام دلوقتي ده بقى ليه اي اي يعني اي مصدر عشان الفوز بيحصل الناس تكتت كمان ولما شفت احنا شفنا كمان فيديوهات شفنا وهم يحمس اللعيبة وعمال يقولهم احنا لو موتنا نفسنا حنكسب يعني كلام من القلب ومجهود كبير جدا بيتعمل سواء على المستوى المهارات الفردية او على مستوى وجوده مع المنتخب كل حاجة تغيرت ما قبل ماتشي كودفار وما بعد ماتشي كودفار هو احنا لما بيتضغط علينا بيكون اداءنا افضل يعني هل المهدام عنه كده احنا شفنا الاداء القتالي ده بعد حالة الضغط اللي كانت حصلة على المنتخب والانتقارات اللي قد حصل عليهم قبل الماتش بعدين شفنا اداء بطولي ثلاث ماتشات وربعة هو ده طبعا بيحصل والجماهير نفسها اتغيرت جدا يعني موقف الجماهير من كيروش ومن المجموعة ومن اللعيبة اتغير تماما ما قبل كودفار وما بعد كودفار لان احنا بعد كودفار الناس شافت الاداء كان عامل ازاي شافت الروح شافت حتى تاكتك احنا كنا بنلعب ازاي وشكلنا في الملعب عامل ازاي في كل حاجة اتغيرت كل الانتقادات وكل الحاجات اللي هي ما كانتش لطيفة جدا انتقالت في حق الجهاز وفي حق محمد صلاح وفي حق المنتخب اتغيرت تماما للنقيد 180 درجة بعد الماتش فطول ما الاداء كويس الناس هتبقى مبسوطة والكلام هيكون كويس محدش هيقدر يتكلم في سبيلات لا هو الوضع مختلف واعتقد ان هو باين وبنشوف انه قادر يضيين العرب كمان مش المصريين بيكلموا عن رجولة المنتخب المصري ورجولة الاداء وتشجيع كمان المشاجعين اللي موجودين هناك وما بيكلموا احنا دلوقتي شاهلين اسمه مصر في بعض الفرق التانية بتخاف تلعب صحيح في فرق تانية ما كانتش متدربة على ضربات الجزاء بص فيه فيه اعلامي مغربي يعني الحقيقة مش متذكر اسمه انما قال جملة عظيمة قوي قوي في حق منتخب مصر قالك افريقيا كلها بتبص لمنتخب مصر نظرة الجمل لصاحبه تعالف الجمل بيشوف صاحبه اضخم واكبر بكتير عشان فهو بيشوف ان افريقيا كلها بتبص لمنتخب مصر نفس البصة دي فيعني احنا منتخب كبير احنا اسياد القارة دي سبع مرات بطولة وان شاء الله انحقق ان شاء الله بصنا فكل افريقيا فعلا بتبص لنا بصها كبيرة جدا وده بيبان في الملعب بغض النظر عن الاسماء الموجودة تيشرت منتخب مصر تقيل وليه قيمة في افريقيا كبيرة لو تقولنا يعني طيب ممكن الاهلي النهاردة زي ما حصل في المنتخب نتيجة للاصابات وشوفنا ويمكن للانذارات فشوفنا لعيبة تانية ويمكن حتى ما كانتش بتلعب في الاماكن دي ولعيبة ما كانوش معروفين بالنسبة لنا بشكل كبير زي محمد عبد المنام لكن شوفنا تقلق ونجومية كبيرة الاهلي النهاردة في ظل كل هذه الغيابات شناوي وايمن أشرف وبدر بانون ومحمد الشريف كل هذه الغيابات لحد بيتسو موسماني في انتظار المسحة ممكن يصنع الفارق يصنع نجوم جديدة وده شيء مهم بالحقيقة انه دايما يكون عندنا بديل يقدر انه يقوم بالمهمات الصعبة لزي دي اقول لك على حاجة برضو فيه فرق الفرق ان احنا بدأنا كمنتخب مصر في بطولة افريقيا في دور مجموعات فكان فيه فرصة للتطور والتدرج وان احنا نصعد حتى لو مصعدناش اول هنصعد تاني انما كاس العلم الاندية هو نوك اوت هتتغلب الماتش النهاردة فانت مش هتكمل المسارك في البطولة هتتلعب على المراكز المتأخرة فالفرصة اللي اتيحت للمنتخب بنظام بطولة كاس العلم الاندية حاجة التانية ان نكمل اصابات والغيابات عن النادي الاهلي كبير جدا الاهلي النهاردة داخل تقريبا بدون دكة احنا نتكلم في 15 لاعب منهم اربع حراس مرماوي يعني الموضوع صعب الحقيقة احنا كل نتمنى من لعبة الاهلي النهاردة ان هي تؤدي كما ينبغي زي ما بيقول جمهور الاهلي 11 رجل في الملعب اللعبة تؤدي بروح وتؤدي بقتالية ده اللي مطلوب منهم ما اعتقدش ان الجمهور هيزعل على النتيجة لقدر الله اذا الاهلي يتعرض لخسارة او حاجة الا اذا كان اللعبة بتؤدي بروح كويسة لو اللعبة قدت بروح الجمهور هيكون يغفر لهم مثلا لقدر لهم في خسارة بالزبط وكل حاجة وردة في الكرة اللعبة اللي موجودة لعبة كويسة على المستوى الفردي لعبة جيدة وحتى الصغيرين في السن واللي حيكونوا موجودين على الدكة وما لعبة للمستقبل في مصر نتمنى بس ان هم يقدموا لقاء جيد ويتركوا انطباع كويس ماتش صعب احنا بنقابل فريق بطل قرته هناك هنا المستويات المفروض انها بتكون متقربة مبالك وهو التسعة الدوليين ناس اتكلمت كتير وقبل المباراة في اللي يامل اللي فاتت انه عندهم غيابات ميرحمل نطب من نفسنا بأي طريقة ده مش حقيقي التسعة الدوليين انضموا للمواسكر وحيكونوا موجودين منتري يغيب عنه لعب واحد فقط تعرض للصليب من فترة فهم عندهش غيابات خالص لكن اعتقد زي ما انت قلت ان اللعيب هتعمل عليها وزيادة لانهم ما شايفين المنتخب شايفين كارلوس كيروش حط تعينوا على كل لاعب في اي فريق اي ان كان اي هو الفريق وهم كمان بيلعبوا باسم الناديهم واسم النادي الاهلي اسم كبير اكثر مشاركة في كلاس العالم الاندية فهم اكيد عندهم ده وعندهم ان هما نفسهم يحققوا مركز مختلف الاهلي حقق تلت العالم مرتين فكان فيه طموح كبير ان الاهلي السندي يوصل لكن توقيت المباراة حقيقة لكن توقيت البطولة عمل رابكة كبيرة يعني انما اللي واثق فيه ان لعيبة الاهلي النهاردة ان شاء الله هتكون عندها الحافز يبقى الاداء هو الفارق تقدم كل حاجة ممكنة النهاردة في الملعب اذا ربنا اكرمهم وادروا ان شاء الله يقدروا يعملوا ده اللقاء الجاي هيكون فيه لعيبة دولية توقعاتك الى المباراة النهاردة ما عنديش توقعات انا بحبش لعبة الطاقعات دي خالص للأسف انا اياسف يعني ما بحبهاش لكن بس اتمنى ان اللعيبة النهاردة تكون وقفة على رجليها وتقدم وتقدي بروح كويسة اتمنى ان شاء الله مسحة بيتسو موسيماني تتحول لسلبي ويكون موجوده النهاردة لانه وجوده على الدكة هيكون فارق بشكل كبير مع اللعيبة يعني بكل تأكيد السيد صبري سيراج الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وبنتمنى طبعا كل التوفيق لان دي الاهلي النهاردة والمنتخبنا الغطري غدا يعني ايام كراية بامتياز والناس كلها متحمسة ان شاء الله نتبسط ونسعد لانه احنا شعب الكرة بتفرحوا ان شاء الله الاتنين يفرحونا الاهلي النهاردة ومنتخب بكرة بإذن الله يفرحونا انا مشكور جدا ان شاء الله شرفتان ونورتانا